ملهات الملف الحكومي تتوالى فصولاً وتنبؤات المنجمين لم تصدق هذه المرة أيضاً ذلك أن الشياطين كامنة عند كل كوع وتفصيل في الساعات الأخيرة لم يرصد أي مؤشر إلى خرق إيجابي يوحي بقرب ولادة الحكومة كمن عدم أي حراك ظاهر على الضفة الحكومية وتبخرت الإيجابيات التي تم ضخها في الأيام القليلة الماضية ما أعاد الملف برمته خطوات إلى الوراء وبالرغم من هذا حرصت أوساط المقربين من رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر على ضخ أجواء تفاؤلية إلى درجة قولها إن كل العقد حلت وإنه لم يعد هناك ما يبرر تأخير تأليف الحكومة وتوقعها زيارة الرئيس نجيب ميقاتي للقصر الجمهوري في الساعات المقبلة لكن الواقع يكذب مثل هذه التوقعات إذ لم يحدد أي موعد للاجتماع الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على أن الانسداد الحكومي المتجدد ترجم مرة أخرى في السوق السوداء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 19.400 ليرة اليوم بعدما كان أمس بحدود 18.200 ليرة في غياب الولادة الحكومية تتفاقم الأزمات المعيشية والحياتية والاجتماعية والصحية والتربوية هذه الأزمات خرقتها اليوم خطوة إيجابية ولو جاءت متأخرة إطلاق البطاقة التمويلية لمساعدة الأسر الفقيرة فهل تصل هذه المساعدة إلى مستحقيها فعلا؟ بحسب وزير الشؤون الاجتماعية فأن البطاقة بعيدة عن الاستنسابية وليست بطاقة انتخابية أما تقديم الطلبات للاستفادة منها فيبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي ويستمر شهرا ويتم الدفع إلى المستحقين بالدولار الأمريكي أو ما يعادل المبلغ المستهدف بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الموازية أما الحد الأقصى للمساعدة فهو 126 دولارا